اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين النقابات العمالية التونسية تهدد بالاضراب والتظاهر والحكومة تعيد باجاد الحلول قبل موعد الاضراب الشهر المقبل في مواجهة التغير المناخي لبنان يؤسس بنكا جينيا للبذور البرية ويخطط لزراعة 40 مليون شجر وفي النشرة ايضا عشية مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي موازنة الخريف البريطاني توقعات متشائمة وارتفاع في المديونية اهلا بكم جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل لبحث ملف زيادة الرواتب والاجور في القطاع العام رئيس الحكومة يوسف الشهد التقى بوفد من المنظمة من اجل التواصل الى اتفاق ينهي الازمة بين الطرفين وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد اقرت يوم الخميس الاضراب العام في الثامن من كنول اول ديسمبر المقبل في حالة عدم تحقيق مطالب العمال سميح البغانم والتفاصيل استبق الاتحاد العام التونسي للشغل جولة المفاوضات مع رئيس الحكومة يوسف الشهد معلنا الاضراب العام في القطاع العام في الثامن من الشهر المقبل ورفضه مقترح الحكومة الذي يقضي بصرف الزيادة انتلاق من شهر تشرين الاول اكتوبر عام 2017 هذا التسعيد من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وصفه اقتصاديون انه جاء في التوقيت الخطأ حيث تعيش البلاد ركود اقتصاديا وازمة اجتماعية وقبيل ايام من احتضان اهم مؤتمر دولي للاستثمار تشهده البلاد اقترح لا يستجيب للتعهدات وفي خرق خاضح لمسألة الحوار الاجتماعي وتعلات تقدمها الحكومة في مجملها لا علاقة لها بعدم القدرة على الدفع قرار كان في الهيئة الادارية هو اتخاذ مبدأ الاضراب يوم 8 ديسمبر هوات الاختلاف اذا بين المركزية النقبية وحكومة الوحدة الوطنية بدأت تتسع كل المفاوضات فشلت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ما يتدعي اليوم وفق مراقبين ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتجنيب البلاد موجة اضرابات واحتجاجات الاتحاد الشغل ما زال متمسكا بموقفه الاول وهو ضرورة عدم تأجيل هذه الازيادة اعتقد ان هناك اكثر من فرضية ما زالت قائمة واهمها انه عدم التوصل الاتفاق وبالتالي الدخول في تصادم ربما اول عنوان لهذا التصادم الاضراب العام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اكد ان الخلافة لن يستمر وانه سيتم التوصل الى تسوية هذا الملف هذا ويأمل اقتصاجيون ان تنتهي هذه الازمة العمالية الازمة بين حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل بدأت تأخذ منعطفا خطرا ولسيما ما اعلان هذا الاخير الاضراب العام منعطف قد يلقي بذلاله على الوضعين الامني والسياسي في البلاد اذا لم يتم تتويق الازمة واجاد الحلول المناسبة سميح البغانمي تونس الميادين يكافح ميناء الحديدة اليمني على البحر الاحمر لاستبغل امدادات من الغذاء والوقود في ظل حاجة اليمنيين اليها اكثر من ذي قبل مع تفشي الجوع والمرض في البلاد بعدما دمرت غرات التحالف السعودي رصيف السفني والعديد من الرافعات الاملاقة في الميناء ميناء الحديدة حكت الى قبل 2015 طفرات ايرادية على مستوى تنمية الموارد الغير نفطية للوطن بمؤشرات ايجابية كثيرة 30% في معدلات النمو فترة العامين السابقين من تدمير البنيتها التحتية البنية الفوقية في رافعاتها الجسرية وهي احد اعمدة اركان حركة وتداول التجاري والمواد الغذائية التي تدخل لهذا المرفق نسبة مناطق الغابات في لبنان تتراجع من 40% الى اقل من 10% في السنوات الماضية الكلام لوزارة الزراعة اللبنانية التي اعلنت انها تتعاون حاليا مع جهات دولية للحفاظ على الثروة الحرجية عن طريق اطلاق بنك لحفظ بذور النباتات والاشجار البرية ايمان فاضل الحرائق تلتهم كل عام مساحات واسعة من الغابات في لبنان هذا واحد من العوامل التي ادت الى تراجع كبير في الغطاء الحرجي اضافة الى التغير المناخي ادت توسع العمراني والكسارات الى تشويه مناطق طبيعية واسعة وزارة الزراعة في لبنان تسعى بالتعاون مع منظمة الفاو وبالشراكة مع دولة النروج الى اعادة تشجير مساحات ضخمة خلال الاعوام المقبلة نحن كوزارة الزراعة عندنا كان مستودع للبذور واللاري عندهم مركز اكتر علمي يعني جين بنك مثل ما قال ساعة المدير هلأ بدنا نعمل شي بين الاثنين يعني بدنا صحيح مستودع لانه بس نحكي 40 مليون شجرة يعني بدنا كمية بذور كتير كبيرة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية والزراعية في لبنان ميشيل فرام يؤكد ان المشروع يسعى الى حفظ بذار اشجار ونباتات محلية مؤصلة قادرة على مواجهة الافات والتأقلم مع التغير المناخي بنك البزور وبنك الجينة اللي عنا بمصلحة الابحاث هو مثل مصرف لبنان للدراهم واللمال هو مصرف لبنان لكل شي نباتات ولكل شي اشجار نحفظها لعشرين وثلاثين حتى لمية سنة نحفظ هالنباتات ونقذر بعدين نكترها خاصة ان مختبرات في هنا نكترها بدون ما يكون فيها امراض وحشرات كبير مسؤولي الغابات في مكتب الشرق الادنى في الفاو عبد الحميد حامد يؤكد ان انشاء بنك البذور يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة وجود هذا المركز هو دعامة اساسية للبرنامج الاستراتيجي اللي اطلقته لبنان بقرس اربعين مليون شجرة اللي هي دية زحوناها الى مساحة ارض نحن نحكي عن سبعين الف هكتار المشروع وفق الفاو وزارة الزراعة اللبنانية لا يسعى فقط الى زرع اربعين مليون شجرة خلال السنوات المقبلة بل ايضا الى بناء مخزون استراتيجي من البذور الحرجية ما يمكن البلاد من مواجهة خطر التصحر ومنع انزلاقات التربة اضافة الى الحفاظ على الاعشاب والنباتات الطبية البرية المتوافرة طبيعيا اعلن وزير المالية التركي ناجي اقبال ان بلاده ستزيد ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات وهو اجراء سيطبق على جميع السيارات مع عدل فئات الارخص سعرا في ظل مواصفه بانه طلب كثيف من القطاع الوزير التركي اشار الى ان هذه الخطوة ستساهم باضافة نحو 872 مليون دولار الى الميزانية العامة للبلاد مؤكدا انه لا زيادة في ضرائب السيارات التي تقل تكلفتها عن 11500 دولار تعد بريطانيا خطة اقتصادية تتلاءم مع تداعيات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي فيما توقع وزير خزانتها فيليب موند ارتفاع صاف الدين العام الى مستويات قياسية في نهاية شهر اذار مارس من عام 2018 موسى سرور من لندن موازنة الخريف صفحة جديدة في التاريخ البريطاني صفحة مثلت انقلابا طفيفا على السياسات التقشفية للحكومة السابقة من ناحية مكافأة العائلات برفع الحد الادنى للاجور بنسبة 4% فضلا عن مساعدتها على الغاء الرسوم التي تدفعها نحو 4 ملايين عائلة للوكالات العقرية وزير الخزانة البريطاني اعلن انشاء صندوق استثماري بقيمة 23 مليار جنيه لتحسين الانتاجية في السنوات المقبلة عبر دعم الابحاث والتطوير وشبكات الطرق والالياف البصرية لا يمكن توقع طبيعة الصفقة البريطانية مع الاتحاد الاوروبي لكن النظرة الحالية لردة الفعل تظهر ان الخيارات تميله نحو تراجع النمو الاقتصادي بواقع 2.5% عما كان عليه في السابق هاموند يعترف للمرة الاولى امام البرلمان بان البريكزيت سيبطئ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة بعدما خفض توقعاته للنمو بنسبة تصل الى 1.4% للعام المقبل ما يرغم الحكومة على استدانة مبالغ اضافية تقدر بحسب الهيئة الرسبية المكلفة الموازنة بنحو 122 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة اعتقد ان اعلان الخريف بعث برسالة ثقة بالقدرة على حماية الاقتصاد ووفق تقرير وزير الخزانة فان البلاد قادرة على ذلك بالطبع هناك توقعات بان النمو قد يتغير في الاعوام المقبلة لكننا لمسنا قدرة الحكومة المالية على الحفاظ على الاستثمارات في المستقبل ومساعدة الاسر العاملة في الوقت ذاته هاموند الذي يعد خطة اتصادية تتلأم مع تدعيات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي توقع ارتفاع صاف الدين العام الى مستويات قياسية قد تصل الى نحو 90% في نهاية اذار مارس من عام 2018 كما التزم هاموند خفض ضريبة الشركات من 20% الى 17% بحلول عام 2020 وهو ما اثار مخاوف الاتحاد الاوروبي وخاصة المانيا من بدء سباق لاستقطاب الشركات تخفيف الحكومة البريطانية من اجراتها التقاشفية باتخاذها بعض التدبير لصالح العائلات البريطانية لن يبعد برأي المراقبين من خطر عدم اليقين الناجما عن قرار مغادرة الاتحاد الاوروبي في ظل التوقعات الاقتصادية من خفاض النمو وارتفاع معدل التدقم في بريطانيا مستصر لندن الميادين قال وزير الطاقة الروسية الكسندر نوفاك ان بلاده مستعدة لاستئناف امدادات الغزة الطبيعي الى اوكرانيا اذا دفعت كيف اموالا مقابل الوقود مقدما عقب اجتماعه مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية قال نوفاك ان بلاده مستعدة لتوريد ما بين مليار ونصف واربعة مليارات متر مكعب من الغاز الى اوكرانيا خلال فصل هذا الشتاء ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي قرابة 40% خلال تشرين الاول اكتوبر على اساس سنوي وبلغت مليون ومائة وعشرين الف بربيل كل يوم ما يجعل روسيا مجددا اكبر مورد للصين في ذلك الشهر وفي مقابل ارتفاع الواردات من روسيا تراجعت حصة النفط السعودي من السوق الصينية حيث انخفضت الواردات الى 935 الف برميل كل يوم وخلال الاشهر العشرة الاولى من العام كانت روسيا ايضا اكبر الموردين النفطيين الى الصين مع هذا الخبر نأتي الى ختام الاقتصادية المفصلة شكرا لحسي متابعتكم المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة